تشهد مختلف البلدية والمجالس المحلية في المثلث اجتماعات متتالية على ضوء حالة التصعيد التي تشهدها البلاد وعلى خلفية التوتر الذي تشهده المنطقة وذلك حتى تكون على أتم الجهوزية لحالات الطوارئ وكافة السيناريوهات المحتملة فيه جاهزية يعني ان شاء الله ما بتصير الحرم يعني ان شاء الله ما بتصير اشي لا بصير كل خير للجميع اما فيه استعدادات وجاهزية والاكسام من الجس محلية والبلدية بالتنسيق مع السلطات المسؤولة في هذا الموضوع احنا عملنا كل التجهيات واللقاءات والتحضيرات ونتأمل طبعا وندعو الله انه ما يصير الى كل خير ان شاء الله جاهزين جدا يعني في بلدية كفر القراء جهزنا كل اشي يعني في حالة نشوب حرب وحتى سقوط صواريخ عنا فيه احنا حضرنا المدارس اللي تبكى تقوي حتى نفتحها حتى ولو مستشفيات جاهزين تمام الجهوزية بالنسبة لاذا وقع حرب يعني في المنطقة وبينما تم خلال الجلسات التطرق للأوضاع الأمنية التي تسود البلاد والمنطقة وتباحث في شؤون استعداد البلديات والمجالس المحلية والمؤسسات الرسمية للسيناريوهات المختلفة وكافة الاحتمالات دعت لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية بكافة مركباتها المواطنين بضرورة تجاهز ايضا لكل التطورات المحتملة نحن في لجنة المتابعة أصدرنا تعليمات وأصدرنا يعني توجه لكل مجتمعنا العربي الفلسطيني في الداخل أن يكون جاهز لكل التطورات ومن هذا المنطلق نحن لا نملك إلا الحفاظ على أنفسنا والحيطة والحذر وأن نكون جاهزين لكل السيناريوهات جدير بالذكر أنه تم أيضا التطرق إلى تنظيم الموظفين في البلديات وتقسيم المهام الموكلة إلى أقسام الهندسة والقوى العاملة كما تم فحص جهوزية غرف الطوارئ إضافة إلى تجهيز المدارس والمستلزمات ومولدات الكهرباء وغيرها من الأمور وذلك بالتنصيق مع الجبهة الداخلية والدوائر الحكومية المختلفة فيما تتعالى الرجاءات أن تجلب الأيام القادمة معها انفراجة تجنب البلاد الانزلاق إلى حرب شاملة وأن توقف حكومة اليمين حرب الإبادة التي تشنها على الشعب الفلسطيني